أحسن الله إليكم يقول السائل في بعض البلدان الإسلامية تقام الموالد النبوي فما حكمها وهل تدخل في الغلوف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هي نفس الغلوف الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الموالد هي نفس الغلوف الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بها ولا فعلها ولا فعلها أصحابه ولا فعلها التابعون ولا أتباع التابعين ولا القرون المفضلة شيء حدث بعد القرون المفضلة فهو بدعة لا شك أنه بدعة وكل بدعة ظلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه وهذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المطيع لمن إن المحبة لمن يحب مطيعه هذه علامة المحبة الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه يترك البدع ومنها الموالد الموالد من البدع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هل في سنة الرسول إقامة الموالد هل في سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان هل فيها إقامة الموالد ليس فيها شيء من هذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هل بعد هذا البيان شيء يا عباد الله ما بعد هذا البيان شيء